موسيقى صدر قانون الدريبة المضافة وألزم المحامي بدفع الدريبة المضافة ده مش فعيف نقابة المحاميين الدولة أصدرت قانون لما أصدرت الدولة قانون ضريبة المباني وضريبة الشواء وقال الإبراشي طلع لو سمحت الصوت يا سادس وقال الإبراشي طلع وقال في جريدة كان في الوقت ده ماسج جريد للسوط الأمة قال لا تدفعوا الضريبة أنا ضد ضريبة المباني يعني ضد القانون اللي صدر راح محكمة الجينات أنا حضرت شخصياً معاه في محكمة الجينات وخدنا براء في محكمة الجينات لأنه كان بيتكلم عن مصر كلها وقلت للقاض إذا كنت عايز تسجن وقل للبراشي إسجن شعب مصر كله اللي ضد ضريبة المباني فأنا النهاردة صدر القانون ما قدرش أقول يا محامين ما تطبقوش القانون يا محامين امتنوا عن تطبيق قانون الضريبة المضافة وإلا يبقى أنا تحت طائلة دخلت تحت طائلة القانون وخليت كل محامي دخل تحت طائلة القانون إيه اللي حصل وإيه القصة الحقيقية لضريبة القيمة المضافة لما صدر القانون المحامين ما دفعوش عملوا إيه اتحالة القضايا إلى النيابات كلها وابتدوا يطلبوا المحامين في النيابات في الأقصر في أسوان في إينا في الغرداء في كل مكان في مصر ابتدوا إيه يطلبوا المحامين حاجة من اتنين يا النقابة نبتدي نحضر مع كل المحامين في كل في كل أقطار مصر في كل بلد في مصر والمحامين تدخل بعد التحقيقات إلى محكمة الجنات يا نشوف حل يرد جميع الأطراف عملنا إيه نقابة المحامين قالوا سلموا المحامين للضرائب لا نقابة المحامين أنقذت المحامين من الضرائب مش سلمتهم من الضرائب وإزاي حزبة بسيطة نقيب ليه هو أمام أمرين وبين شقائي الرحل في قانون صادر في البلد والقانون لازم يطبق والمحامين ممكن يدخل مكتبك في ضريبة المضافة ويفتشك ويفتش المكتب لو صلت القضائي ويجيب عضياءك ويشوف الخط كام وما دفعتش النسبة ولا لا يبقى 90% من المحامين هتدخل محكمة الجنات بالتهرب والضريبة فابتدى العقل يفكر والحكمة تشتغل وهو نقيب المحامين ومجلس النقابة لازم يكونوا أنت أوكلتهم في العمر فعمل إيه تد يعمل بروتوكول إيه بروتوكول ما أنا لسه يا فندم ما أنا بس ما تخافش إيه بروتوكول دي بس أكمل بس أكمل الحديث يا فندم أكمل الحديث أكمل حديث لو سمحت لو سمحت يا فندم أكمل حديث بعد ما أنا يا حديث يمكن اللي أنت هتقوله أنا هقوله فاسمعني الأول عمل إيه عمل بروتوكول بروتوكول ده عشان يمنع المحامين منهم يروحوا محكمة الجنات عمل بروتوكول وبدأ تبقى الضريبة قطعية بدل ما فاتش مكتبك أنا كنت مسافر برة من فترة كده وبعدين في واحد مأمور درايب جي تحت في العبارة عندي في المكتب يعني وسب لي اختار آه ليه يعني سب لي اختار ضريبة المضافة فالمحامين أنا ما كنتش في اتصال ما بينهم ما بين بعض فيش اتصال يعني فالمحامة عمل إيه ليه اختار جايله فراح رايح لمأمور الدرايب تاني يوم من نفسه يعني مدير مكتبي راح له قال له ايه القصة في ايه انت بعت اختار له استاذ ماجد وبتيجي تعالى قبله قال له لا ما قدرش قبله وما قدرش ادخل مكتبه وما قدرش اخبط على مكتبه يبقى اذا البروتوكول منع مأمور الدرايب انه ييجي مكتبك ويفتش كل اللي ليه انك انت تدفع ضريبة قطعية جزء ابتدائي استئناف نقط كله قطعي فيما عدم نقط تدفع 200 جنيه تحت حساب الضريبة المضافة وهتحاسب فيما ايه فيما بعد في ذات التوقيت اللي عملنا فيه هذا الموضوع البروتوكول رفعنا دعوة بعدم دستورية القانون ليه عدم دستورية القانون لان المدى 15 خلت التجار يقفوا من القانون حتى 500 الف جنيه والمصريين في القانون كله سواء يعني انا زي اي واحد فدي مخالفة دستورية في مخالفة ايه دستورية انه اعفى شخص ولم يعفى ايه الاخر بما فيه وفيه حاجات تانية طبعا اسباب تانية فرفعنا دعوة بعدم ايه الدستورية بس مش نستنى حكم الدستورية ونخل المحامين تتقدم للنيابات ويتقبض عليها وتنزل محكمة الجناهات بروتوكول ده اوقف القصة كلها وقالوا ايه هنعمل خزنة يدفع فيها المحامي الضريبة المضافة في بعض المحاكم ما نفذتش الامر ما ييجي يسألني يقول انت متهرب انا متهربتش انا رحت رفعت دعوتي رحت رفعت دعوتي وانت اللي ما حصلتش من وانت اللي ما ايه ما حصلتش من طيب البعض هيسأل دلوقت وهيسألني فقبل ما يسألني يا جاوب هيقول لي قالوا لي الاقرار قدموا اقرار شهري البروتوكول ما قالش اقرار شهر لكن انت بقولك انت ممكن وانت بتقدم اقرارك الضريبي وانت بتقدم اقرارك الضريبي تقول في الاقرار السنوي ان انا قدمت ان انا دفعت المستحق لا يتبقى للبروتوكول المنعقد ما بين وزارة المالية ونقيب ايه المحامين خاصة رئيس مصلحة الضريب والوزير المالية موقعين موقعين على فكرة في يوم من الايام كنا في الغرداء وما كانش لسه رئيس مصلحة الضريب وقع على البروتوكول والنقيب قال في الميكروفون مش هتوقع على البروتوكول هننسى البروتوكول ونخلي المحامين تتصرف وانحنا عاديين وزير المالية اتصل بنقيب المحامين في الغرداء في ذات التوقيت وقال له وقعنا البروتوكول ورح بعته له في الواتساب يبقى اذا النهاردة نقابة المحامين حمتنا من نمش اقل من نقابة الاطباء زي ما بيقولوا لكن انت مش عارف دلوقت نقابة الاطباء عملوا لهم ايه ما طلعوش ما طلع لهمش الضريبة المضافة لكن تعال شوف دلوقت بيعملوا ايه في المستشفيات وفي عيادات الاطباء اكتر بكتير من القيمة المضافة ده دلوقت الاطباء بيقولوا يا ريتنا النقابات كلها بيقولوا يا ريتنا كنا نقبط المحامين اللي قدرت توقف النزيف لغاية ما يحكم فين في القضية يبقى اذا انا النهاردة الضريبة المضافة دي النقابة اللي عملته عمل جيد اه عمل جيد النقابة اللي عملته مع المحامي سلمته لا ده اوقفت مأمور الضرائب ان ندخل مكتبي او يفتش مكتبي وخاصة انذا كنا كلنا محامين عارفين ان الضريبة المضافة دي كان ضريبة المبيعات زمان كنت تقدم اقرار يهدروه لك خلي بالك انك ممكن تقول من غير ما تكون حددت النقابة مبلغ معين قطعي انا خدت انا خدت في القضية دي او في الجناية دي خدت خمس تلاف خدت عشر تلاف يقولك لا انت خدت خمسين واهدن لك اللي كتبته لكن لما النهاردة تبقى ضريبة قطعية لا يبقى النقابة وقفت جنب المحامي يبقى النقابة تصرفت انا شفت قد ايه الاجتماعات اللي حضرها اعضاء مجلس النقابة ومعالي النقيب صدقوني ايام وساعات عشان الضريبة دي لان الدريبة دي كانت خطر جدا على المحامين احنا كل يوم كانوا استاذ صفت اهو موجود استاذ صفت اتصل بنا اتصل بالنقيب كنت انا موجود قالوا المحامين راحت النيابة المحامين هتروح الجنات فخلي بالكم نقابة المحامين حريصة على ابنائها ونقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة فعلا بيخافوا لان احنا منكم وانتو مننا اللي جاي عليكم جاي علينا والضرر اللي هيصيبك هيصيبني والكويس عندي كويس عندك فازاي اننا اننا هتغاضع او اسيب حق من حقوق المحامين دي نقطة بالنسبة للاسكان الاجتماعي احنا حددنا قدنا 3500 وحدة اسكان اجتماعي احنا اعلننا عن الاسكان الاجتماعي ده اللي تقدم من المحامين 3500 خدنا 3500 وحدة لما حضرت اجتماع ونائبة الوزير قالت كل واحد هيتقدم بطلب لتخصيص شقة انا قمت قلت لها لو سمحت مش اقدر المحامل يقدم ورقه ما يجيبش شقة فقالت كل واحد ورقه مستوفى ياخد شقة وفعلا خدنا 3000 بدون دوشة بدون ما نشتري ارض بدون ما واحد محامي يتضر انا بشتري ارض كم واحد محامي يستفاد من الارض ما تقول لي كم واحد كم شقة تتبيني على الارض اللي النقابة تروح تسدد فلوسها من فلوس الارامل والايتام كم واحد ده مشروع انا مش مقاول انفار ولا مقاول بنى لكن انا لما بتقدم بشقة ما باخدش حاجة النقابة ما بتضارش وفي نفس الوقت انت لا تضار دي نقطة موضوع اللي اثير ان البنوك في بعض البنوك فعلا فيه مشكلة في البنوك وفيه مشكلة في بنك حاليا فيه موضوع الاسكالي اجتماعي لان المرحلة التانية وقفوها شوية لانه صدر قرار من البنك المركزي صدر قرار من البنك المركزي بعدم التعامل على الشوء السكنية في المرحلة التانية النقيب حاليا بيعد مذكرة عشان يلغي قرار البنك المركزي او يشوف تفاهم او صغط بورتقول معاهم عشان الناس تاخد باقي الشوء لكن اللي خد الشوء واللي وقع العقود الاف من المحامين القاهرة ما كانش ليها يعني الاعلام بتاع الاسكال الاجتماعي فيما عدا القاهريين قاهرة كلها داخل قاهرة فما قدرناش نجيب شوء قلت النقيبة معا النقيبة فنعمل ايه النقيبة اتصل بنائبة الوزير وانا رحت عابلتها وخدنا شوء للقاهريين خدنا من بتوع الجيزة من 6 اكتوبر وخدنا من العبور من الاليوبية المحافظة المجاورة يبقى اذا المشروع الاسكاني احنا لما بنستثمره ويبقى ليه شروط معينة المحامي بياخد حقه لكن انا النهاردة عشان تقولي انت ببنيتش مدينة ولا ببنيت ارض ده موضوع صعب علينا وفيه ضرر لكل المحامين فيه تاني اخيرا في الدريبة المضافة برضو لكل المحامين ايه اذا واحد ما كانش عنده ما سددش على قضية معينة او بيتعامل مع جهة حكومية معينة اذا كان بيتعامل فهيعرفوا ان عنده مبلغ دخله ممكن في اخر في الاقرار استنوا يقدموا في واحدة هيقول لي اروح انا اتقدم واروح اسجل نفسي لا البروتوغول قال ايه قال له انت مش من حقك انت مش من حقك تسجل نفسك لكن هيعمل ايه يا هيبعاتوا الشهادة للنقابة الفرعية يا هيبعاتوها للنقابة العامة يا اما مكتب المحامي يعني ما فيش اتصال ما بين المحامي وما بين ايه الضرائب واترك روساس كمال في التعقيم فضل